سدول رواد مواقع تواصل الاجتماعي انباءا عن مصرع عدد مجهول من مهاجرين غير شرعيين ينحدرون من ولاية قسنطين فجر ثلاثاء الماضي عقب انقلاب زورقهم قبلة السواحل التركية عندما كانوا متجهين نحو اليونان مواقع تواصل الاجتماعي تدولت اخبارا عن وفاة عشرة شباب من ولاية قسنطين في الحادث حيث نشرت صور عدد من الضحايا في حين سجلت سدرب في الارقام خصوصا وان الحديث كان يدور حول ارقام مرتفعة دون ان تؤكد اي جهة رسمية الحصيلة النهائية وفي السياق ذاته تعيش قسنطين على وقع صدمة جراء الانباء المتواتر حول مصرع عدد من شباب هذه المدينة الذين كانوا بصدد المرور لسواحل اليونانية انطلاقا من تركيا التي وصلوها بتأشيرات سياحية شارع القسنطين من جهازه يطالب بكشف الحقيقة الكاملة ومعرفة مصير هؤلاء الشباب عبدالجليل حديث تسمع شبان يعني في عز الشباب هم يمشيوا في قوارب الموت يعني يركب قارب مطاطي باش يمشي للبحر كأنه في باله انه راح يمشي للجنة كأنه في باله راح يمشي للبلاد اللي يكون السماء تصب عليهم بالمال وتصب عليهم بالثروة هذا الشي مكاش منه نظن باللي انه الافاق مزدودة ولكن هذا مش هدية طريقة مناسبة للتغيير الواقع هذا الواقع الواقع المؤسف للشباب نتمنى غد افضل نتمنى الاولياء ينتبهوا شوية الاولياء الابناء اتاحهم لانه قلوبنا تتألمت لها الاخبار اللي سمعناها شكرا